بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطلبات الصف الأول الثانية واللغات مستر محمد سعيد محرقكم فيزيكس تيتشر هنعمل إن شاء الله نهارده ريفيجين كده على منهج الساكن تيرم عندنا في الفيزيكس ونشوف مع بعض كده طبعا نعمل ريفيجين على كذا حلقة إن شاء الله لشان تكفي عيانا عشان يبقى الموضوع دي طبعا البروفيسور كوشن بانك شيت طبعا مقسم هنا البارت الأولاني في المين رولز كلها اللي هنحتاجها في الساكن تيرم بدادا من الرولز اللي كانت معنا في الفيرست تيرم لإننا هنحتاجها طبعا هي الأكسليلاشن والفيلوستي والثري اكوشنز اف موشن اللي كانوا معنا في الفيرست تيرم نرجح بصورها طبعا VF equals VI plus AT الساكند اكوشن دي equals VIT plus half AT square والثيرد اكوشن VF square plus VI square sorry equals VI square plus 2AD وطبعا الفورس عندي الريزالتان فورس وكمان الأفريتش فورس البارت اللي هنحتاجها في الفيرست تيرم ومضاف لي طبعا الجزء اللي هنحتاجها في الساكن تيرم دي كلها المين رولز اللي عندنا دي طبعا جيف ريزون بما إن طبعا عندنا في بارت من الأسئلة هيبقى إيسي قويتشنز فحطيطلع طبعا الجيف ريزون كلها كومبير الكمبارزنز اللي عندنا كلها في الساكن تيرم ونشوف بعد كده إن شاء الله ودي الجرافز البارت تاع الجرافز عندنا دي طبعا أول بارت عندنا هنكلمنا دي عن المومنتم والنيوتن ساكند لول البارت الأولاني طبعا المومنتم الرول بتاع المومنتم طبعا لو أنتوا فاكرين كان P equals MV دي المومنتم وقولنا مومنتم يعني amount of movement وطبع ما قلنا amount of movement يبقى معنى كلمة مومنتم اللي هي بالعربي كلمة تحرك يعني لازم يكون فيه particle يعني لازم يكون لكماس يبقى المومنتم دي خاصة حاجة بالبارتكول وكمان البارتكول دي أو الابجكت واتيفر يعني لازم يكون ليه velocity لازم يكون بيتحرك عشانه يكون ليه مومنتم يبقى static objects ذي المومنتم يكون سكان زيرو عشان V بتاعتهم بزيرو يبقى زيرو تايمز أي رقم طبعا بزيرو يبقى المومنتم دي خاصة بالموفينج object فعند المومنتم البي والفي طبعا البي والفي طبعا زي ما احنا شافين بي والفي By increasing the velocity the momentum increases طبعا يعشان كده 1 over M يبقى inversely لو احنا كتبين M تبقى بالشكل ده لو احنا عملين هنا mass على طول يبقى العلاقة بينهم inverse relationship بتبقى بالشكل ده كده لو هي M لكن D1 over M طبعا force will acceleration ده newton second low لبقى the relation between force will acceleration direct relationship يعني by increasing acceleration force increases لأن newton second low equals A F equals M A طبعا الnewton second low ده كذا وطبعا جبناه من F equals delta B لو change in momentum يعني لازم يحصل change في المومنتم delta B اللي هو change in momentum over time over delta T يبقى شرط the newton second low لازم يحصل change في المومنتم طيب عندي part اللي بعد كده acceleration والmass طبعا اللاقب بينهم direct زي ما احنا شايفين ودي الF والM برضو direct the force increases sorry اللاقب بينهم مفروض طبعا بالشكل ده يعني بقى increasing the mass the acceleration decreases F و M طبعا قلناها ده F و A و ده F و M برضو نفس الكلام اللاقب بين mass والforce at constant acceleration يديني طبعا اللاقب بين direct يعني بقى increasing the mass the required force to move this mass increases الا والV square برضو اللاقب بينهم direct دي كده المين الي عندي برضو هنا ده بقى كده بقى في ال part التاني لما نيجي لل part التاني ان شاء الله نبقى نجيه نرجع له تاني تعينا نشوف كده المسي يعني كل سكل دي زي بعض يعني 1-2-3 مثلا 1-2-3 هنا يبقى نفس الكلام 1-2-3-4-1-2-3 وانسو اون The diagram that expresses the rate of an object with the largest amount of movement is مين في دول اكبر amount of movement اللي هو اكبر momentum يعني احنا عارفين momentum بتسوي ايه؟ MV هو قال هنا ان دي هفزة سين ماس يعني الماس بتاعتهم من نفس الماس يبقى هنحكم البي عن طريق ايه؟ البي احنا لسه يدين ايه؟ MV MV الماس constant يبقى هنحكم اكبر B يبقى اكبر V نيجي هنا مين اكبر V؟ طبعا اجب دي البي ايه؟ D over T يعني slope يبقى slope اكبر slope هو اكبر V يحنا slope يعني ايه؟ كده خط مش ميل تمام؟ بدأ ايه بالميل بدأ ايه بالميل أتبقى هنحنا الانجلي هنا 30 45 80 70 هنحكم اكبر slope مين؟ هنا يبقى C يبقى اكبر slope يبقى أكبر V يبقى اكبر B يبقى largest momentum هتبقى C نجي نجي next question number 2 بيقول لي طبعا هنا من الجراف زي ما احنا شايفين شرط الفورس اللي احنا نستخدمين F اكوال زي delta B over delta T delta B over delta T معنى ايه الكلام ده يعنى لازم يحصل كلمة delta دي الترعينجل ده يعني delta يعنى ايه delta يعنى لازم يحصل change في المومنتم المومنتم يزيد او L هنا المومنتم بيقل يبقى في force يبقى الفورس دي اثرت عالجسم يبقى هنا بقول لي the force affecting the body zero لا perpendicular to the direction of movement طبعا لو بربندكلر يبقى برضو zero sorry طبعا سنترابت الفورس لا in the same direction ولا in the opposite direction طبعا فورس دي in the opposite direction لان المومنتم decreases طبعا المومنتم يعنى V بتقلي يبقى ده كده ايه in the opposite direction of movement لكن لو كان ال line كان عامل كده يبقى دي اسمها ايه in the same direction طب لو ال line عامل كده يبقى هنا المومنتم ما بتغيرش يبقى دي zero تمام؟ the figure space represents newton's second law من في دول بيعبر عن newton's second law طبعا هنا هنا كتب لي f square و m newton's second law ما فيوش square f equals m f equals ma mass times acceleration هنا f وروت m نفس الكلام f و m square نفس الكلام ف و m يبقى دي يقول عندي f و m ما فيش square ولا روت خلص question number 4 بقولي if the kinetic energy of a car decreased to its quarter يبقى ال kinetic energy L للquarter to its quarter then its momentum طبعا هنا فين ال kinetic energy equals ايه ke equals half mv square طبعا هنا بقولي kinetic energy decrease to quarter يعني هنا فيه quarter يبقى ke equals طبعا quarter times half يبقى 1 over 8 mv square طبعا الجسم نفس الجسم يعني الماس ما تغيرتش يبقى decrease to quarter يبقى v هنا حصل لها ايه الفي الجديدة طبعا لما نيجي ke2 اللي هي half quarter key الاول انيه يبقى ke2 equals quarter key e الاول انيه صح ولا طب الماس ما تغيرتش d2 d1 الماس هنا ما تغيرتش يبقى مين اللي تغير الفي الفي هاللي تغيرت طب quarter دي معنى ايه ان الفي لو حطينا الفي equals half الفي نفسها half يبقى v square 1 over 4 يبقى v الجديدة بقت quarter الفي الاول انيه طيب يبقى هنا بيقول لي it's momentum يبقى المومنتم هكيدة هتقل طبعا اما الكنتكين رجالت يبقى المومنتم equal z المومنتم لو انك هت mv كاملة طيب المومنتم b2 بتساو ايه احنا هنا الفي هتو بقى كام 1 over 2 يبقى half half mv1 و v2 بتساو half v يعني v2 ان شاء الله ونحطيبك انا half mv يبقى المومنتم الجديدة بتساوي half المومنتم المومنتم العلي يبقى decrease 2 quarter ولا decrease 2 it's off طبعا ن decrease 2 it's off نشوف كده القويسشن البعده number 5 بيقول لي هنا a body of weight 60 newton has kinetic energy 27 joule so the momentum of the body is عايز المومنتم طبعا نبدأ دائما بالمطلوب المومنتم equal z b equals mv mv طيب انا عندي الweight نقدر نجيب منه الماس يبقى كده الماس ممكن اجيبها طيب وعندي kinetic energy طالما اجيبت الماس هقدر اجيب ال v طيب اول حاجة نجيب طعا نجيب الماس عشان يبقى الماس m بتساوي fg اللي هو الweight over g fg divided g طبعا هنا 60 divided 10 يديني 6 يبقى الماس بكم 60 kg م كده جبناها equals 6 kg 6 kg طيب نجي للبارت التاني kinetic energy 27 طب احنا عارفين kinetic energy equal 0 بالتاحة نفتكر مواعد ke لسا يلينه half m v square يبقى ke equals half m v square طيب الكي عندي 27 equals half الماس جبناها ب6 يبقى half times 6 times v square اللي احنا عايزنا v square 6 divided 2 ب3 يبقى 27 divided 3 9 يبقى v square equals 9 يبقى v equals 3 كده جبنا v بس المومنتم equals ب equals sorry db m v الماس 6 times 3 3 times 6 18 يبقى لجابة through answer b question number 6 the following graphs represent 4 cases of an object movement which is the graph that expresses the largest amount of movement طبعا largest momentum equals m v هو هنا مديني معلومة بيقولي represent 4 cases of an object هو object واحد يعني m واحدة يبقى المختلفة هي v طبعا نشوف هنا v طبعا v بتساوي delta طبعا v بتساوي delta d delta t delta d 20 يبقى هنا v يعني تيشنجي نكتف 20 تاواني 20 ديل في هنا v هنا equals 5 divided 1 يبقى ديني كام 10 يديني 10 نيجي هنا v equals 10 divided 2 ديني 5 هنا V equals 10 divided 4 2.5 يبقين أكبر أكبر فلسطينين أو أكبر change في الفلسطينة طبعاً إيه أول واحدة يبقين أكبر largest amount of movement largest momentum طيب نشوف next question 7 7 7 The following diagram shows the relation between momentum and the time for an object moves in straight line on a frictionless horizontal surface under constant force. So the force acting upon this or it equals cam. عيزة force. الفرصة نحن نحن نسوي delta B over delta T. جاء تشيج المومنتم over delta T. طيب delta B يبقى نحط point هنا مثلا point هنا. يبقى نحن نحط دي. over delta T. delta B لو 60 minus 20 يبقى كام 40. over. الطائم بينهم كام من هنا الحدينة 4. يديني كام 10. يبقى 10 نوتن. 8 بولي in the following figure the resultant force that affect us on the largest mass equals 2 نوتن. اللارجست mass على ده 2 نوتن. السوري is based 2 نوتن يعني more than والليزن والإقوال. طيب معايا كده بقى في القويتشن ده واحدة واحدة كده. ما فقاوص شوكه كده عشان ما تلقبطوش. ايه احنا في قويتشن نومبر 8. الرسمة عندي الديا جرام بيورريني السوري الفيجر بيورريني كامل ماس كام. هنا 5 نوتن وهنا 3 نوتن. يبقى resultant force equals 2 نوتن. اه بس الـ 2 نوتن دي بتأثر على جسم كله ولا على total mass على ده كله؟ طبعا على ده كله. يبقى نصيب الـ 1 جرام كام يعني لما نقسم بقى الـ 2 نوتن دول على الـ 4 جرام. يبقى 2 divided 4 يطلع لي كام هاف. يبقى الـ 1 كيلو جرام كل 1 كيلو جرام محتاجها هاف نوتن. طيب انا عندي 2 ده اخد منه 0.5 خد 0.5 نوتن. تمام؟ يبقى تبقى كامل 2 يبقى 2 minus 0.5 دين 1.5 يبقى largest mass وعايز الماس دي بس اللي هو 3 كيلو جرام. 3 كيلو جرام دول خده كامل 2 1.5 يعني اخده less than 2 ماخدوش 2 كاملة. لبنه 2 متوزع بين الـ 2 كل كيلو جرام ليه هاف نوتن. فيبقى عندي 4 كيلو جرام كل كيلو بـ 1.5 يبقى هاف وكمان هاف وكمان هاف يعني 4 هاف زيقبقى كام 2 نوتن. يبقى 3 كيلو جرام واخد بـ 1.5 بس مش 2 كاملين. يبقى الفورس اللي بتأثر على 3 كيلو جرام دي محتاجة كام 1.5 مش 2 كاملة. شايف ناس اطلق بطولك اه ده 2 كيلو جرام. لا ده 2 عليه كله. لكن دي نصبه كامل واحده 1.5 طب ودي نصبه كامل 2 0.5. 2 object is connected together with a weightless thread. يعني فيه بينهم خط. are put on frictionless surface affected by an external force F. يبقى فيه فورس بتشد من هنا. طبعاً F دي شده كل اللي وراها. يعني شده كام M. قدتو M. وكمان M يبقى الشده كام 3M. force F as in the figure. so the tension force in thread. عايز التنشن فورس اللي هو Ft. طبعاً هتبقى قديم ال F طيب واحده واحده كده. احنا عندنا F نفسه بكام. ايه المشترك بين الكسم كله وده وده. الacceleration كلهم ماشيين بنفس الacceleration. فF equals كام M 3M. times ال A اللي هم ماشيين بيها. يبقى كلهم ماشيين باكسجين كممتعة كام A. تمام؟ يبقى M equals كام F over 3. يبقى لو شلت M A على بعض equals كام F divided 3. نخليها كده معلومة عندنا. طيب نيجي هنا للFt. الFt بيساوي ايه؟ اللي احنا عايزينا. آه ده الخد ده شدد اللي وراه بس. الخد ده شدد ده بس. يبقى M شدد M. طيب زي احنا قلنا كلهم ماشيين بكام بايه؟ يبقى Ft بتساوي M A. وما بتساوي كام F over 3. يبقى Ft equals F divided 3. يعني 1 third الفورس نفسها. نيكس سؤال نمبر 10 بيقول لي. A body moves with velocity 2 meter per second. If a force 8 newton of 8 newton acts on it for 5 seconds in its direction of motion. Then that change in momentum. عايز الـ change عايز الـ delta B. طيب ما احنا عارفين إن F equals delta B over delta T. تمام؟ طيب وف كاما بتساوي M A. انا قد رؤون ان الديلتا بي. اوبر دلتا تي. او عايز اللي مديني هنا للسبيد. او عايز الممتعة. عايز دلتا بي. وعندي الديلتا تي الفرس كام 8. وطايم كام 5. 5 times 8 became 40 kilogram meter per second. 11. بيولينا the following figure represents two object is connected by two thread by two threads or by a thread through frictionless pallet frictionless a pallet. so if their masses are m1 and m2. and their acceleration are a1 و a2. so which of the following choices is correct. هل a1 طبعا مبدئيا ده heavier massة وحتى فيه R النزل تحته ده يعني ده هي شدة. والاثنين مشين من نفس الacceleration. اللي هي الacceleration نحن هم الجسمين بيمشوا نفس الacceleration. يبقى انا كده استنتج اول حاجة ان a1 equals a2 مبدئيا. طبعا هل ايه وان و ايه تو دول? greater than ولا لس than ال-Graftational accelerationally lg. طبعا الجسم ده الواحده لو ما فيش ده يبقى يمشي بكاين بg. مش ده مبطقه. مش ده هيبقى باللوجيك انا بحلها لك لوجيك. يعني ده لو ده مش موجود لو ده هفترين ده مش موجود ده هيمشي بg كاملة. طيب هو ده فيه Graftational force اللي هو الجي. وده بيبطقه ولا اه? يبقى بيبطقه طبعا ما هيبطقه يبقى هيمشي برقم اكبر من G ولا اقل من G? طبعا اقل من G. يبقى A1 equals A2 less than G. A1 equals A2 less than G ليه اول واحدة. تمام? طبعا هي مش كذبه ارقام. لو واحد عايز يحلها بارقام ما فيش مشكلة حط M1 مثلا بس يكون اكبر من M2 اكبر من M1. وحلها? ما فيش مشكلة عايز تحلها ما فيش مشكلة. المهم ان هي تطلب معاك A1 equals Z2 كل الاتنين بماشيين بنفس مع بعض. ده يشد دا والاتنين بيتحركوا بنفس. ده ماشي الفوق وده ماشي لتحت. تمام؟ بنفس وطبعا نقلل ان ده بيشد لتحت هنا الجي بتاعته او الفرس الويت بتاعه هنا لتحت وهنا الويت لتحت. يعني الاتنين كان جسم